مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية اليوم معنا درس صلنا زمان مأجلي ولكن رح نكمل فيه إن شاء الله من دروس المستوى جيد اليوم رح نحكي عن زمن آخر من الأزمن الرواية أو عفوا صيغة أخرى يعني صيغة من الصيغ الرواية شو يعني رواية مثل ما حكينا بالدروس السابقة أني أنا أضيف اللاحقة مش يعني أروي ما سمعت أو ما أدركت واليوم رح نحكي عن غيريكليلي كيبي نن روايتي غيريكليلي كيبي هي صيغة موجودة بالمستوى بيبير أخذيها نحن من زمان اللي هي صيغة مالي 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 طبعا كنا نضيفها لجذر الفعل ويتبعها لحقة كيشي أكي لحقة ضمير شخصي وكان عنا صيغة أخرى لكن بصيغة الماضي مالي رح نضيف لحرف الحماية ورح نضيف للاحقة ض لاحقة الماضي هلا نشرح الفرق بينهم ومالي نفس الشي كمان كنا نضيف حرف الحماية ولاحقة الماضي ض زائد كيشي أكي ولكن هون بلاحقة الضمير شخصي بالزمن الماضي مالي مالي معناها يجب مالي دي مالي دي كان يجب نحكي عن شيء اسمه حكاية كان يجب أن أفعل كذا اليوم رح نحكي عن نفس الصيغة مشابهة ولكن رح نقول شوفوا أصدقائي فعل زائد مالي مش يعني رح نقول مالي مالي حرف الي حماية أيضا وبدل اللاحقة ض رح أستخدم لاحقة الرواية مش مالي مش مالي مش وطبعا أضيفها لجذر الفعل ويتبع لاحقة الضمير شخصي كيشي أكي شو معناها؟ هاي لساتنا بصيغ الوجوب ولكن بمعنى سمعت أنه يجب عليه أو كا يعني بمعنى سمعت أو أدركت أنه يجب تماما سمعت أو أدركت أنه يجب أو أنه كان يجب بهذا المعنى مثل ما شفتوا بكل الصيغة السابقة بالمستوى جيبير إذا شفتوها فاللاحقة مش تعطي معنى الرواية ودائما تعطي معنى النقل لما ندمج مع لواحق أخرى وتعطي معنى أني أنا أدرك شيء بعد فترة أو أني هذا شيء أنا سمعته مو أنا شفته ولا كلام رأيي الشخصي أو من عندي دعونا نشوف الأمثلة نقرأ المثال الأول أصدقائي طبعا اليوم رح تشوفوا عم تشوفوني عم أعطيكم بطريقة جديدة بس عن جد لأنه ما عندي وقت أنه أنا أكتب الجمل فعم أعطيكم ياها من الكتاب إن شاء الله تكون واضحة سامحوني أنه أنا عم غير لكم الأسلوب الدرس كل مرة بس أنا بهمني أنه توصلكم المعلومة بغض النظر عن الطريقة يعني الطريقة الشرح أنا بس يكون في شيء يكون سهل إلي وما يأخذ وقت وكمان ما يكون متأخر عليكم الدرس نقرأ الجملة أصدقائي بغنى قدار صعليما دهة جوك ديكات أتمليمشم بغنى قدار صعليما دهة جميلة بغنى قدار حتى اليوم بغنى قدار حتى اليوم صالهم صالك هي الصحة صالما على صحتي دهة جوك ديكات اتمليمشم اتمليمش تمام اتمليمش مثلما شفتوا ضفنا اللاحقة فوق ماليمي ليه يحي ما يومش ومشم أنا يعني كان يجب علي أن أنتبه أكثر على مين صالما على صحتي بيو دكتة أمليورم بيو دكتة هاي لحقة دكتة أخذناها بالمستوى بيكي بيو دكتة كل ما كبرتو أمليورم أفهمو ذلك فهون ما عم نحكي عن شيء نحنا سمعناه عن شيء أدركناه بعد فترة يعني نحنا بفترة الشباب ما كنا ننتبه على حالنا وما كنا منتبهين لهذا الشيء لبعد ما كبرنا وأدركنا أنه نحنا كان سابقا يجب علينا أن ننتبه إلى صحتنا أكثر بيو دكتة أمليورم بمعنى أدركتوا أنني كان يجب علي أن أنتبهي إلى صحتي أكثر بيو دكتة أمليورم كل ما كبرتو أفهمو ذلك جملة أخرى يارن مطلقة قال مليمش سن أورتمان أول سويلد يارن مطلقة غدا مطلقة بالتأكيد دارسة إلى الدرس قال مليمش سن أنت غدا شوفوا ما بس هون اللاحقة ليست فقط تعبر عن الماضي كمان هذا الشيء شرحت لكم يا من قبل ممكن تعطي أنه كان يجب فعلا في الماضي وسمعت وذلك أو ممكن يحكي أنه كأني عم قول شخص مليملي تمام ولكن اللاحقة مش لا تعطي معلومات نقلية فقط هذا الشيء شرحنا بكل الصيغة اللي أخذناها سابقا المركبة مع اللاحقة مش يعني كأنه اللاحقة مليمش مليمش شايفيها فوق إن شاء الله تكون واضح هيك عما يشر عليه مليمش مليمش تعبر عن مليملي ومليدي مليدي بنفس الوقت يعني أنا إذا الشخص حاليا يجب أن يفعل ذلك وأنا بدي أحكي أنه أنا سمعت هذا الشيء أو أدركته فبستخدم يعني تعطي معنى مليملي بس مش لا النقل لكن إذا بحكي عن زمن ماضي نقلي فبشيل الض وكمان بضيف مش فتعطي بحالتين اللاحقة مش نرجع لجملتنا يارن مطلقى دارسي قال مليمش سن أورت مان أول سولدي أورت مان أول سولدي المعلم قال ذلك يعني أنا عم أنقل كلام المعلم لصديقي أو صديقتي فبقلو يارن مطلقى دارس قال مليمش سن قيل لي بمعنى قيل لي أنك يجب أن تأتي غدا إلى الدرس من اللي قال لي أورت مان أول سولدي المعلم قال ذلك الجملة اللي بعد يابتك لارن دان هيج بشمان قرن ميوردو اونو هيج أراما مليمشم لاحظوا شوي نعيدة يواش يواش يابتك لارن دان هو عم نحكي عن هو كيف عرفنا ان هو لأن قرن ميوردو دو هو تمام ما في لاحق الضمية شخصي يابتك لار الأفعال أصدقائي يابتك لار الأفعال يابتك لار أفعاله اني حماية ودان هي لا بشمان يابتك لارن دان هيج بشمان قرن ميوردو قرن ميوردو لم يكن يبدو انه بشمان نادم أبدا على أفعاله بشمان قرن ميوردو او صفة بشمان بشكل عم تأخذ اللاحقة دان دان قبله طبعا دان دان أو تان تان قصدنا يابتك لارن دان هيج بشمان قرن ميوردو لم يكن يبدو انه نادم على أفعاله اونو هيج أراما مليمشم شوفوها شوي شوي أرى ما هاي الأولى للنفي تمام واللاحقة مليمش وأم أنا يعني أنا شخص فكرته كتير نادمان على أفعاله وكذا يعني هيك فكرته انه رح يكون نادمان وهلأ زعلان فاتصلت لحتى مثلا اخد بخاطره او اخد خاطره ما بعرف كيف تقوله هالجملة او انه اواسي مثلا تسلي اتمكيتن بس مو مبين علينا نادمان أبدا فأدركت اني انا ما كان لازم اتصل فيه تمام؟ يعني ادركت اني لم يكن يجب علي ان اتصل به وين كلمت ادركت اني لحالة صيغة مليمش تعطي هذا المعنى تمام؟ كيف ننفي نحن اي فعل بغض النظر عن الصيغة نضيف مامي بعد جدر الفعل ونضيف الصيغة اللي عم نحكي عنا سر تعرفوه بما انكن وصلتوا للمستوى جابير جملة أخرى هل لديك علم او هل عندك معلومة بو بلوم دي امزال مليمشم؟ بو بلوم دي امزال مليمشم شوفو هون حالة سؤال هل لديك علم او هل عندك معلومة بو بلوم دي؟ هذا القسم امزالا 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 هو فعل التوقيع امزالا هو اسم التوقيع امزالا مك هو الفعل امزالا مليمشم شوفو شلون فصلنا اللواحك ملي وملي راح اضل متصلة بجدر الفعل و لما يكون عندي اداة سؤال فاضيف اللاحقة مش اللي كانت مع مليمش اضيفه بعد اداة السؤال مع حرف الحماية ولاحقة الضمير الشخصي دائما وابدنا في النهاية تمام؟ يعني حالة السؤال هيك راح تصير فعل زائد اضيف له ملي ملي بعد افصل واضيف اداة السؤال م مي وي حرف الحماية طبعا واضيف اللاحقة مش ومش يعني راح تصير ملي مش او مليمي مش زائد طبعا ما مننساها دائما كشي ايكي تمام؟ زائد كشي ايكي هاي صيغة شو سورو السؤال؟ ان شاء الله تكون ماضحة نرجع لجملتنا اصدقائي بو بلومده امزالة مليمي مشم هل؟ انا عم بسأل شخص ما عن رأيه الشخصي عم بسأله بير بيل جينفارما يعني هل انت عندك معلومة هل عرفت هل بتعرف انه انا لازم هل يجب ان اوقع هذا القسم ايضا؟ تمام؟ بلوم قسم فليش انا عم اسأل بالمش باللاحقة مش لانه بدي من الشخص ينقلي المعلومات اللي بيعرفة اللي سمعه اللي عرفه اللي ادركه تمام؟ اللي وصلت له فلما منسأل بالمش دائما وابدا سواء بالزمن او باي صيغة فبكون انا انتظر من الشخص اللي عم اسأله اجابة نقلية اجابة حسب المعلومات اللي سمعه او اللي عرفه تمام؟ اخر جملة معنا اصدقائي اماليات اول ممامتشن يالية جكلارية مماليمي مشم ننتبه اماليات اول ممام ما هي الاولى نفي تمام؟ الما التانية مصدرية و المي هي لاحقة اياليك اكي لاحقة الملكية شو هي صيغة؟ اتن اماليات اول ممام اتن من اجل ان لا اقوم بالعملية نحن بالعربي من قول انا عملت عملية بالاتراك بيقول اماليات اول مم اصبحت عملية او صرت عملية اذا بدنا انترجم حرفيا لكن مو هذا المعنى بمعنى يقابل معنى عنا بالعربي انه انا عملت عملية او انا قمت بعملية فبقول اماليات اول ممام اتن من اجل ان لا اقوم بالعملية يعني مشان ما اعمل عملية يالي يجكلار يالي يجكلار المأكولات يالي الدسمة يه مماليمي مشم يعني هون كمان عم اسأل شخص ما عن رأيه الشخصي هو عم اسألوا بالمش لحتى ينقل المعلومات اللي بيعرفها او اللي سمعها او طبيب حكالوا اياها او ممكن قرأه بشي مكان يعني هل يجب ان لا اكل اطعمة دسمة من اجل ان لا اقوم بالعملية وين لا اكل هاي المال اولى عفوان نفي ملي مي اداة السؤال مش هي اللا حكتنا كمان ومي مشم يا ممالي ميمشم هذا سؤال ولكن منفي كيف منسأل بالسؤال المنفي مثل هاي الصيغة تماما ولكن بس هون راح اضيف ما مي هدول ادوات النفي يعني بتصير ممالي ميمش ممالي ميمش وكيشي اكي بالنهاية وطبعا صوروا اشارتي اداة السؤال نرجع لجملتنا اماليات اول ماماميشن يا لي جيكلار يا ممالي ميمشم بسأل شخص حسب ما سمعت او عرفت هل يجب ان لا اتناول اطعمة دسمة من اجل ان لا اقوم بعملية فبهي الطريقة اصدقائي نصيغ عبارة نصيغ صيغتنا لليوم انه نحن نضيف لجدر الفعل مليمش ممكنا فيها ممكن نعملي سؤال متل ما شفتوا لحتى نحكي عن صيغة الوجوب في صيغة الرواية بمعنى نحن عم ننقل ما سمعنا تمام سواء عن هذا الفعل اللي لازم يكون يجب ان يكون الان او كان يجب ممكن تعطيني معنى في الحاضر او الماضي وتعطيني معنى انه انا انقل ما سمعت او عم بحكي عن شيء ادركته بعد فترة هاد كان درسنا لليوم اصدقائي درس اخر من دروس المستوى جيبير ان شاء الله تكون طريقة الدرس واضحة ان شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط ان شاء الله استفدتوا منه بخير مع السلامة